هذه لقطة أخرى يمكنني أن أعنونها رشحات نورية الكتاب الذي بين يدي هو الجزء الخامس عشر من بحار الأنوار لشيخنا المجلسي وهذه الطبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان في الصفحة التاسعة والعشرين حديث طويل عن أمير المؤمنين يحدثنا عن شؤون محمد صلى الله عليه وآله الأمير يقول سأأخذ جانبا من هذا الحديث بحسب ما يسنح به الوقت الأمير يقول قطعا بعد أن فصل الكثير من الكلام إلى أن وصل إلى هذه النقطة ثم إن الله تعالى خلق من نور محمد انتبهوا إلى هذه النقطة إن الله خلق من نور محمد بحارا من الفيط وبعد ذلك أنزل نوره أنزل نور محمد في تلك البحار التي خلقها الله من نفس ذلك النور تستغربون ذلك مر علينا من أن الله خلق المشيئة بنفسها هذا تطبيق وتفصيل لذلك المضمون وبلغة التقريب قطعا هذه الأحاديث بحسب قذارات علم الرجال ضعيفة لكنها تتفق مع المضامين الصحيحة وتشكل لوحة كاملة وفقا للطريقة التي أتبعها في وضع الحقائق بين أيديكم مثل ما حدثتنا روايات الكافي من أن الله خلق المشيئة بنفسها فإن الرواية هنا تفسر لنا جانبا من ذلك الأمير يقول ثم إن الله تعالى خلق من نور محمد عشرين بحرا من نور في كل بحر علوم لا يعلمها إلا الله تعالى ثم قال لنور محمد أنزل في بحر العز فنزل ثم في بحر الصبر هذه بحار النور التي اشتقها سبحانه وتعالى من نور محمد ثم إن الله تعالى خلق من نور محمد عشرين بحرا من نور في كل بحر علوم لا يعلمها علوم لا يعلمها إلا الله تعالى ثم قال لنور محمد أنزل في بحر العز فنزل ثم في بحر الصبر ثم في بحر الخشوع ثم في بحر التواضع ثم في بحر الرضا ثم في بحر الوفاء ثم في بحر الحلم ثم في بحر التقى ثم في بحر الخشية ثم في بحر الإنابة ثم في بحر العمل ثم في بحر المزيد ثم في بحر الهدى ثم في بحر الصيانة ثم في بحر الحياء حتى تقلب في عشرين بحرا فلما خرج من آخر الأبحر قال الله تعالى يا حبيبي ويا سيد رسلي ويا أول مخلوقاتي ويا آخر رسلي لا تنسوا عنواننا شؤون النبوة الخاتمة قال الله تعالى لمحمد يا حبيبي ويا سيد رسلي ويا أول مخلوقاتي ويا آخر رسلي أنت الشفيع يوم المحشر حينما يقول الله ذلك لمحمد هل هو كقولي لكم شيئا أو كقولكم لي شيئا ما الحديث الحديث في هذا حديث التجليات فإن الله يتجلى فيه هذه تجليات الله في محمد فما هو بحديث كحديث معكم أو كحديثكم معي يا حبيبي ويا سيد رسلي ويا أول مخلوقاتي ويا آخر رسلي أنت الشفيع يوم المحشر فخر النور ساجدة نور محمد فخر النور ساجدة ثم قام قام النور فقطرت منه قطرات كان عددها عدد تلك القطرات مئة ألف وأربعة وعشرين ألف قطرة إنهم الأنبياء فخلق الله تعالى من كل قطرة من نوره من نور محمد نبيا من الأنبياء فلما تكاملت الأنوار أنوار الأنبياء صارت تطوف حول نور محمد كما تطوف الحجاج حول بيت الله الحرام وهذا من جملة أسرار الحج من جملة مضامين الحج يطوف الحجاج حول موضع ولد فيه علي صلوات الله وسلامه عليه ولد علي وبعد ذلك حدثت البعثة وبعد البعثة شرعت الأحكام ومن جملة الأحكام شرعت أحكام الحج ومن طقوسه أن يكون طواف حول البيت حول المكان الذي ولد فيه علي فطهره صلوات الله وسلامه عليه إنها إنعكاس لتلك الصورة في الوطن الأول حب الوطن من الإيمان إنه ذلك الوطن هناك محمد هو الوطن حب الوطن من الإيمان هناك وما يجري في الطواف حول الكعبة إنها ذكريات للذي جرى هناك تجديد عهد تجديد ذكر مثلما طافت أنوار الأنبياء وحينما نتحدث عن الأنبياء إننا نتحدث عن شيعتهم فالأنبياء مرتبة من مراتب شيعتهم والأحاديث لا تحدثنا عن كل شيء إنما تقرب لنا بصور وأمثلة كي نكون في حالة قريبة على المستوى العقلي على المستوى الوجداني من هذه المعاني العظيمة والعميقة فمثلما تطوف تلك الأنوار حول محمد يطوف الحجاج قطعا الحديث عن حجاج قد أمضى صاحب الأمر حجهم وليس كل من ذهب إلى مكة فقد أمضى صاحب الأمر حجه وعبادته هذا أمر راجع إلى إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه فخر النور ساجدا بعد أن تجل الله فيه وقال ما قال له فخر النور المحمدي ساجدا ثم قام فقطرت منه قطرات كان عددها مئة ألف وأربعة وعشرين ألف قطر فخلق الله تعالى من كل قطرة من نوره نبيا من الأنبياء من جملة أسباب إطلاق لفظ الشيعة لا أتحدث عن جهة لغوية أتحدث نحن نحن مع اللغة وقواعدها حيثما كان محمد وآل محمد معها أما أما حينما يعطون للغة وجهة أخرى فإننا نكون مع الوجهة التي تأتينا من محمد وآل محمد فالشيعة خلق من شعاع نورهم الشيعة خلق من شعاع نورهم المضمون هو هو من فاضل طينتهم لكن التعابير قد تختلف بملاحظة جهة من الجهات أو حيثية من الحيثيات وما جاء هنا في هذا الحديث هو تطبيق لهذا المضمون من أن الشيعة خلق من شعاع نورهم فهاهم الأنبياء شيعتهم خلقوا من شعاع نورهم إنها القطرات التي تقاطرت وتقطرت وتقطرت من نور محمد الأعظم فخلق الله تعالى من كل قطرة من نوره من نور محمد صلى الله عليه وآله نبيا من الأنبياء فلما تكامل تكاملت الأنوار صارت تطوف حول نور محمد كما تطوف الحجاج حول بيت الله الحرام يستمر حديث الأمير إلى أن يقول صلوات الله وسلامه عليه في صفحة نفسها وخلق من نور اللوح القلم وخلق الله خلق من نور اللوح القلم وقال له اكتب توحيدي فبقي القلم ألف عام سكران من كلام الله تعالى رموز هذه إشارات هذه مثل ما ذكرت لكم في الحلقة الماضية مثالا عن محلات الحلويات الكبيرة بعض الحلويات للذوق وبعض الحلويات للنظر فقط هذه المضامين بالنسبة لنا للنظر ومن بعيد نحن بحاجة إلى تلسكوب كي نرى هذه المعاني من دون التلسكوب لا نستطيع أن نرى هذه المعاني والتلسكوب هو التوفيق هو توفيق الحجة بن الحسن كي نتحسس هذه المعاني من بعيد وخلق من نور اللوح القلم وقال له اكتب توحيدي الله يقول للقلم فبقي القلم الف عام سكران قطعا الحديث عن الأعوام ما هي بأعوامنا في الأرض إنه وعاء في ذلك العالم كوعاء الزمان في عالمنا هذا وعاء يتناسب حيث ما يتحدث الحديث في تلك المراتب وفي تلك الطبقات من الوجود والفيط فبقي القلم الف عام سكران من كلام الله تعالى فلما أفاق قال اكتب قال يا ربي وما اكتب قال اكتب لا إله إلا الله محمد رسول الله فلما سمع القلم اسم محمد خر ساجدا وقال سبحان الواحد القهار سبحان العظيم الأعظم ثم رفع رأسه من السجود وكتب لا إله إلا الله محمد رسول الله ثم قال يا رب ومن محمد الذي قرنت اسمه باسمك وذكره بذكرك قال الله تعالى له يا قلم فلولاه ما خلقتك ولا خلقت خلقي إلا لأجله فهو بشير ونذير وسراج منير وشفيع وحبيب فعند ذلك انشق القلم من حلاوة ذكر محمد كيف أتصور هذا المعنى قلت لكم هذه المعاني ليست للذوق لا نستطيع أن نتذوقها وإنما نستطيع أن نعلم بها نستطيع أن نصدقها بالتوفيق بالتسليم لحديثهم فعند ذلك انشق القلم من حلاوة ذكر محمد ثم قال القلم السلام عليك يا رسول الله من الذي أجاب فقال الله تعالى وعليك السلام مني ورحمة الله وبركاته القلم سلم على محمد من الذي أجاب هل أجاب محمد إن الله هو الذي أجاب أسرار نحن لا ندرك حقائقها مثلما جاء في حديث المعراج من أن محمدا حين كلم الله في أعلى نقطة وصل إليها من عوالم النور فإن الله حدثه بصوت علي أسرار تفتح على أسرار إنهم محمد وآل محمد الإسم الذي هو بالحروف غير متصوت وباللفظ غير منطق تلك هي الحقيقة التي يحدثنا القرآن عنها وتحدثنا العترة الطاهرة في أحاديثها عنها فعند فعند ذلك انشق القلم من حلاوة ذكر محمد ثم قال القلم السلام عليك يا رسول الله فقال الله تعالى وعليك السلام مني ورحمة الله وبركاته فلأجل هذا صار السلام سنة الابتداء والرد فريضة لأن الذي رد هو الله إنها حقائق الفقه بحسب محمد وآل محمد لا بحسب حوزة النجف هذه حقائق الدين وحقائق العقيدة وحقائق الفتاوى والأحكام إنها مظاهر العقيدة دائما أردد هذا الكلام من أن العبادات ومن أن الأحكام والفتاوى هي مظاهر العقيدة هي رموز وإشارات إلى محمد وآل محمد كالطواف في البيت إنه طواف حول محمد كالسلام ورد السلام إنه في أجواء محمد إنه المثل الأعلى وله سبحانه وتعالى وله المثل الأعلى المثل الأعلى محمد 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 صلى الله عليه وآله نذهب إلى فاصل كما عنونت لكم هذه اللقطة من لقطات ومضتنا الخاطفة خاطفة والتي هي في أجواء الشأن الأول من شؤون النبوة الخاتمة إنها المنزلة المحمدية الكتاب الذي بين يدي هو علل الشرائع لشيخنا الصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة وهذا هو الجزء الثاني من علل الشرائع الباب الأول الذي عنوانه علل الوضوء والأذان والصلاة الحديث الأول حديث طويل أنا سأأخذ بعض كلمات منه الحديث يخبرنا عن جانب مما جرى في المعراج المحمدي في المعراج الذي نعرفه معارج النبي لا تعد ولا تحصى لكن هناك معراج يقرن دائما مع الإسراء إسراء ومعراج الحديث عن هذا المعراج إمامنا أصادق يخبرنا ثم عرج إلى سماء الدنيا أصدق عرج محمد وبصحبته جبرائيل التفصيل الذي تخبرنا به أحاديث المعراج ثم عرج إلى السماء الدنيا وهي السماء الأولى فنفرت الملائكة إلى أطراف السماء لماذا لأنها بما تمتلك من رؤية ومن قدرة على الاستشراف وملامسة لا أقول الحقيقة وإنما تلامس أفلاك الحقيقة فقد رأت ما رأت من سطوع النور المحمدي مما جعلها تنفر نافرة ليست متحملة ولذا نفرت وسجدت نفورها لم يكن من خوف نفورها لم يكن من شمئزاز نفورها كان من عجب لم تستطع أن تحتمل هذا السطوع فنفرت إلى أطراف السماء وخرت ساجدة خرت ساجدة لهذا النور ثم عرج إلى السماء الدنيا فنفرت الملائكة إلى أطراف السماء ثم خرت سجدا فقالت سبوح قدوس في رواياتنا من أن إمامنا الصادقة حينما يكون في مجالسه الخاصة ويذكر محمد فإنه يتكفأ تكفؤا وهو يردد بصوت جميل محمد 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 يتكفأ ينزل نفسه إلى الأرض ثم يصعد شيئا فشيئا هذا هو التكفؤ خضوعا وتواضعا لذكر محمد فيقول محمد 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 فنفرت الملائكة إلى أطراف السماء ثم خرت سجدا فقالت سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح ما أشبه هذا النور بنور ربنا ما أشبه هذا النور المثل الأعلى عجيب هذه صورة عجيبة فنفرت الملائكة إلى أطراف السماء ثم خرت سجدا فقالت قالت في سجودها سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح ما أشبه هذا النور بنور ربنا فقال جبرئيل الله أكبر الله أكبر فسكتت الملائكة وفتحت أبواب السماء والحكاية المحمدية بدأت فصولها النورانية حديث المعراج والأمر هو هو حين يصلون إلى السماء الثانية يتكرر الأمر نفسه الذي فعلته الملائكة في السماء الدنيا وفي السماء الثالثة أيضا خرت الملائكة ساجدتا سبوح قدوس رب الملائكة والروح ما هذا النور الذي يشبه نور ربنا هذا منطق ملائكة السماء الثالثة في سجودها سبوح قدوس رب الملائكة والروح ما هذا النور الذي يشبه نور ربنا الاختلاف في التعابير فيه دقة لاختلاف مراتب الملائكة فهنا ماذا قالوا ما أشبه هذا النور بنور ربنا وهنا قالوا ما هذا النور الذي يشبه نور ربنا الكلام هنا أكثر وضوحا وأدق في تفسير العياشي وهو جامع من جوامع الأحاديث التفسيرية في تفسير العياشي في الجزء الأول وهذه الطبعة طبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان هذه الطبعة هي الطبعة الثانية 2010 ميلاد في الصفحة السابعة والسبعين بعد المئة حديث خمسمية واحد وثلاثين الحديث الحادي والثلاثون بعد الخمسمية حديث عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه في المضمون نفسه في أجواء المعراج لكن الحديث نقل لنا صورة أخرى عن جموع من الملائكة قالوا قولا أعجب من قول أولئك الذين قالوا ما قالوا فيما قرأته عليكم من علل الشرائع حتى حتى انتهى إلى أبواب السماء فلما رأته الملائكة أبواب السماء لا حدود لها والملائكة أعداد كثيرة جدا حتى انتهى إلى أبواب السماء الكلام كلام صادق صلوات الله عليه فلما رأته الملائكة نفرت عن أبواب السماء لماذا لماذا نفرت الملائكة لم تطق احتمالا نفرت عن أبواب السماء وماذا قالت قالت إلهين إله في الأرض وإله في السماء أهذا إله الأرض إلهين إله في الأرض وإله في السماء فأمر الله جبرايل فقال الله أكبر الله أكبر فتراجعت الملائكة نحو أبواب السماء وعلمت أنه مخلوق سلام على الحجة بن الحسن اختصر كل ذلك في هذه الجملة لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك سلام سلام على من هم لا فرق بينهم وبينه سبحانه وتعالى إلا أنهم عباده وخلقه كلمات عجيبة هذه قلت لكم ليست للذوق للمشاهدة عن بعد عبر أجهزة التلسكوب وبالتوفيق بتوفيق من الحجة بن الحسن هذا هو محمد هذا هو أبو الزهراء نذهب إلى فاصل صدقوني إذا أردت أن أفتح هذه الموضوعات وأن أتتبع ما في زياراتهم وما في أدعيتهم وما في رواياتهم وما في أحاديثهم التفسيرية ما يرتبط بشأن محمد صلى الله عليه وآله فإن الكلام لا ينتهي بشهر وشهرين وثلاثة والذين يتابعون برامجي يعرفون أنني حين أقول مثل هذا الكلام فإنني أقول هذا بدقة لا أقوله مبالغة وقد جربوا وتابعوا برامجي الطويلة وطويلة جدا في موضوعات هي دون هذا الموضوع محمد صلى الله عليه وآله هذه ومضة في حاشية فنائه الأطهر لكنني أتمنى عليكم أن تعودوا إلى الحلقات التي تحدثت فيها عن محمد الذي تؤمن به مرجعية النجف إنها شخصية سفيهة فارغة المحتوى أمي لا يحسن القراءة والكتاب لا علم له بثقافة عصره ينسى أهم الأمور التي تمر عليه في حياته واستخرجت كل ذلك من كتب مراجع الطائفة ابتداء من الطوس وانتهاء بالخوئ وعرضت ما عرضت من أحاديثهم التي ينتقصون فيها محمدا صلى الله عليه وآله جريا مع ثقافة سقيفة بني ساعدة ابحثوا عن عقيدتكم السليمة وعودوا إلى تلك البرامج التي تحدثت فيها عن عقيدة مراجع النجف بمحمد صلى الله عليه وآله وكيف ينتقصون منه وقارنوا بينما يطرح عبر هذه الشاشة وبينما يطرحه أولئك الأغبياء السفهاء كي تعرفوا أين تضعون أقدامكم مثل ما قلت لكم هذه ومضة خاطفة في لقطات في لقطات وصدقوني لقد طويت كشحا عن كثير من الكلام الذي كنت ناويا أن أتحدث به لأن الوقت يجري سريعا الكتاب الذي بين يدي كمال الدين وتمام النعمة لشيخنا الصدوق وطبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة صفحة أربعمية وسبعة وثماني إنها الرواية الطويلة المنقولة عن سعد الأشعري القموي رضوان الله تعالى عليه حينما خرج مسافرا من قم إلى سامراء لزيارة إمامنا الحسن العسكري بعد ولادة صاحب الأمر وهناك تشرف برؤيته وسأل الإمام الحجة في ذلك الوقت أسئلة فأجابه عليها من جملة ما سأل صاحب الزمان سؤالا عما جاء في الكتاب الكريم فأخلعنا عليك في الخطاب لموسى إنك بالوادي المقدس طوى ما جاء في سورة طه 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 في الآية الحادية بعد العاشرة بعد البسملة من سورة طاها فلما أتاها نودي يا موسى في الآية التي تليها إني أنا ربك فاخلعن عليك إني أنا ربك فاخلعن عليك إنك بالوادي المقدس طوى فسعد الأشعري يسأل إمام زماننا أيام أبيه الحسن العسكري صلوات الله عليهم يسأله عن الآية فاخلعن عليك إنك بالوادي المقدس طوى قلت فأخبرني يا مولاي عن التأويل فيهما الناس يقولون ويقولون قلت فأخبرني يا مولاي عن التأويل فيهما فأجاب إمام زماننا إن موسى ناجى ربه بالوادي المقدس فقال يا رب إني قد أخلصت لك المحبة مني وغسلت قلبي عم من سواك وكان كان موسى شديد الحب لأهله فقال الله تعالى فموسى يناجي يناجي ربه يا رب إني قد أخلصت لك المحبة مني وغسلت قلبي عم من سواك الإمام الحجة يقول وكان شديد الحب لأهله موسى فقال الله تعالى أخلعنا عليك أي انزع حب أهلك من قلبك إن كانت محبتك لخالصة القلب السليم مر علينا هو القلب الذي ليس فيه إلا الله ليس فيه إلا الحجة ابن الحسن ومن أحبكم أحب الله نحن لا نستطيع التواصل مع الله هذه خدعة جاءتنا من السقيفة أن نتواصل مع الله من دون محمد وآل محمد إذا كان ذلك بإمكاننا إذا لماذا بعث الرسل لماذا بعث الله الرسل إذا كنا نستطيع أن نتواصل مع الله بقدرتنا وبإمكاناتنا الذاتية إذا لماذا بعث إلينا بالرسل لماذا أبا الله إلا أن تجري الأمور بأسبابها أين السبب المتصل بين الأرض وسماء هذا هو السبب أين السبب المتصل بين الأرض وسماء إنهم محمد وآل محمد السبب الأعظم محمد 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 فقال الله تعالى اخلعنا عليك أي انزع حب أهلك من قلبك إن كانت محبتك لخالصة هذا لا يعني أننا لا نحب أهلنا لكننا أن نضع حبهم في المكان الذي يناسب قائمة الأولويات في حياتنا هذه المشكلة التي يعاني الشيعة منها كثيرا الترتيب الفوضوي لقائمة الأولويات عندهم وكل ذلك بسبب حوزة النجاف لأن حوزة النجاف قد ضيع طريقها ولا تعرف ترتيب أولوياتها وانعكس هذا على الشيعة مثل ما قال الصادق ضلوا وأضلوهم مراجع شيعة ضلوا وأضلوا عوام الشيعة معهم الصادق هو الذي يقول لست أنا الذي أقول والرواية في تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه فقال الله تعالى اخلع عليك أي انزع حب أهلك من قلبك إن كانت محبتك لخالصة وقلبك من الميل إلى من سوايا مغسولا هذه قائمة الأولويات يا موسى فاخلع عليك هذه قائمة الأولويات يا أيها الشيعي فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى أتعلمون في تفسير آل محمد الوادي المقدس طوى أين هو إنه النجف في حديث العترة الطاهرة في تفسير قرآنهم الوادي المقدس طوى إنه النجف فأنتم في وادي الولاية فاخلع عليك يا أيها الشيعي وقبل أن تخلع عليك أخلع هذه العجول أخلع هؤلاء السفهاء من قلبك يا أيها الشيعي فموسى حين جاء إلى الوادي المقدس صدر الأمر من الله إليه ونحن في أحاديثنا فإن الصوت الذي كلم موسى عبر الشجرة هو صوت إمام زماننا تريدون أن تصدقوا لا تريدون أن تصدقوا أنتم أحرار كلام أمير المؤمنين بصريح العبارة أخبرنا من أن الصوت الذي كلم الله به موسى هو صوت صاحب الأمر ما أنا قلت لكم إنها أسرار الصوت الذي كلم الله به محمدا هناك في عوالم النور كلمه بصوت علي إنها أسرار للمشاهدة عن بعد وعبر التلسكوب فقط وبالتوفيق هذا هو كتاب الخصال لشيخنا الصندوق وطبعة مؤسسة النشر الإسلامي قموا المقدسة يبدأ الحديث صفحة ستمية وتسعة وخمسين الحديث الثالث النص الذي سأقرأه عليكم صفحة ستمية وستين إمامنا الصادق يقول عرج النبي صلى الله عليه وآله مئة وعشرين مرة قلت لكم قبل قليل معارج النبي لا تعد ولا تحصى والمئة والعشرون هذه التي يتحدث عنها الصادق هنا لها خصوصية معينة لو كان الحديث عن معارج النبي لبصت لكم القول في ذلك وفقا لثقافة العترة لا شأن لي بثقافة سقيفة بني ساعدة ولا شأن لي بثقافة سقيفة بني مرجعية بني طوسي بني نجف لا شأن لي بكل هؤلاء جميعا عرج النبي مئة وعشرين مرة ما من مرة إلا وقد أوصى الله عز وجل فيها النبي بالولاية لعلي والأئمة أكثر مما أوصاه بالفرائط وأول الولاية لعلي وآل علي المودة وأول المودة هذه لفاطمة أنا لا أريد أن تقارن بين ما جرى لموسى وما جرى هنا أردت أن أستعرض الأحاديث بين أيديكم فإنني لا أجد وجها للمقايسة المقايسة تكون حينما تكون هناك جهات نبني على أساسها المقايسة لكنه استعراض فموسى فموسى في الوادي المقدس جاء الأمر إليه أن يخلع عليه أن يخلع حب أهل بيته فهذا تفسير إمام زمانكم أنا قرأته عليكم ومحمد في معارجه المئة والعشرين في كل مرة يؤمر بولاية علي وآل علي وعنوان الولاية المودة من هنا الأحاديث تخبرنا من أن عنوان صحيفة المؤمن يوم القيامة ما هو حب علي بن أبي طالب هذا هو عنوان الصحيفة حب علي بن أبي طالب يعني حب محمد محمد هو علي وعلي هو محمد صلى الله عليهما وآلهما فموسى يؤمر بأن ينزع حب أهل بيته من قلبه قطعا المراد أن يضع حبهم في المحل المناسب في قائمة الأولويات أما حب فاطمة وآل فاطمة يتجاوز الأولويات لأن الله سبحانه وتعالى اتخذه أجراً في القرآن جعله أجراً لمحمد والأجر الذي لمحمد هو أجر لله فمحمد خلقه الله لأجله فما كان لأجل محمد يكون لأجل الله خلقتك لأجلي يا أحمد يا أحمد خلقتك لأجلي وخلقت الخلق لأجلك هذا المضمون كان واضحاً فيما قرأته عليكم قبل قليل من حديث القلم مع الله حين سأله من محمد هذا الذي قرنت اسمه إلى اسمك وقرنت ذكره بذكرك من هو هذا فماذا قال له لولاه ما خلقتك خلقتك وخلقت الخلق لأجله هذا هو محمد حينما نذهب إلى سورة الشورى وفي الآية الثالثة والعشرين بعد البسملة من سورة الشورى ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات هذه البشرة البشرة غريب أمر محمد وآل محمد الأجر الذي ندفعه إليهم هو بشرة لنا غريب أمر آل محمد ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات ما هي هذه البشرة قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة أنا لا أقول لكم قايس بينما كان من شأن موسى وبينما هو من شأن محمد وآل محمد إنما أعرض الصور بين أيديكم أذكركم فقط لأنه لا وجه للمقايسة كيف كيف أقايس بين آل محمد وآل موسى كيف أقايس بين محمد وموسى كيف أقايس بين محمد وآل محمد وشيعتهم وشيعتهم لا وجه للمقايسة قطرة من قطرات نوره تجلت فكانت موسى إنها قطرة من فيضه وهذا الفيض لا يكون جزءا من ذاته إنه من آثار ذاته فكيف أقايس بين الذات بعظمتها العليا وبين قطرات قطيرات من آثارها لا وجه للمقايسة أبدا ولكن هذه هي البشرة ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات ما هي البشرة يا رب قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر